أبرز رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون خلال خطابه للأمة أهمية استغلال الثروة المنجمية التي تكاد تعادل قيمة المحروقات مشيرا إلى أن المناجم الحالية كانت موجودة منذ الاستقلال لكن لا أحد اقترب منها بسبب عقلية الاتكال على الريع البترولي وأضاف أنه عندما يبدأ الانتاج في منجم الفوسفات ببلاد الحذبة بولاية التبسة ستكون الجزائر أول منتج لهذه المادة في العالم مؤكدا في ذات السياق طموح الدولة إلى تصدير خمسة ملايين طن من الحديد سنة 2024